أحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم على محمد وآل محمد نحن كمسلمين في الأعم الأغلب عدنا تعاطي مع القرآن بشكل يومي إما تلاوة نقرأ بعد كل فريضة أو ما شابه أحيانا لا نستمع في أجهزة النقل سواء راديو تلفزيون أجهزة من الذكية اللي تمشي معانا أو مناسباتنا في بعض المناسبات نحن نبدأ بالقرآن نختم بالقرآن ما شاكل إذا صارت عدنا حالة وفاة عادة أيضا نستخدم القرآن بكثرة أما في المكبرات الصوت أو في مجالس العزاء تم توزيع أجزاء من القرآن واحد يقراها القرآن عدنا إليه مجموعة من الأحكام في التعاطي معه واحدة من أهم الأحكام هو الطهارة فلا يجوز للمرء المسلم أن يلمس آيات الكتاب القرآن الكريم إلا وهو على طهارة اللمس المباشر أقصد اللمس المباشر لمس نفس الحرف نفس النقاط نفس الحركات هذه نفسها هي المسهة لا يجوز من غير طهارة عدنا حكم من الأحكام المتعلقة بالقرآن هو السجود الواجب متى يجب علينا أن نسجد سجودا واجبا في أثناء التلاوة عدد السجدات الواجبة عدد السجدات بشكل عام الموجودة في القرآن الكريم هي خمسة عشر سجدة هذه اللي عادة يؤشر عليها في المصاحف الحديثة كلها تقريبا كلها يؤشر عليها بإشارتين يوضع خط عند الآية وتوضع علامة محراب إما في نهاية الآية أو على جنب الصفحة في الهامش توضع هذه علامة محراب فهذه هي علامة السجود في المصاحف الحديثة في القرآن كله عدنا خمسة عشر سجدة احد عشر منها من السجود المستحب واجب لكن عدنا أربعة موارد يجب فيها السجود إذا قرأها الإنسان أو استمعها إذا قرأها بشكل مباشر هو يقرأها ويتلفظ مو بالنظر لأن أحيانا الواحد يقرأ بالنظر هو ساكت شفايفة شفايفة ما تتحرك يجب يجب عليها السجود غير موارد ما دام سمع آية السجدة يجب عليه أن يسجد بعض الفقهاء قيدها بالمباشر أنه إذا كان فيه بث مباشر فإذا قرأها أو استمعها يجب عليه أن يسجد شنو هي هذه الآيات هي أربع آيات موجودة في القرآن ولكنها غير موجودة في العشرين جزء الأول عندك من جزء الأول إلى الجزء عشرين هذا ما فيه ولا آية سجود واجب فيه سجودات بس مستحبة تشوف علامة الخط أو المحراب يعني مستحبة من تبدأ عندنا من واحد وعشرين واحد وعشرين سورة السجدة جزء واحد وعشرين آية خمسطعاش بعدها بثلاثة أجزاء جزء أربع وعشرين سورة فصلت مكتوب سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين للآية ومحطوط السجود في ثمانية وثلاثين وأنت يجب عليك أن تسجد بعد قراءة الثلاثين مو ثمانية وثلاثين مرتبطة الآية لكن يجب عليك أن تسجد بعد سبعة وثلاثين ليش لأنه هي السجود الواجب والسجود سجود فوري أحين أتكلم عنه هذه الآية الثانية الآية الثالثة هي آخر آية في سورة النجم في الجزء 27 لدينا 21 و 24 و 27 النجم و 30 العلق هذه الأربع السور التي فيها آيات السجود جزء 27 سورة النجم جزء 30 سورة العلق هي آخر آية في السورتين هذه آخر آية بس تقرأها يجب عليك أن تسجد السجود أول حكم فيه هو على الفورية بمجرد أن تسمع الآية بمجرد أن تقرأ الآية يجب عليك مباشرة السجود حكم فوري ما فيه تراخي يلا يلا بعدين أنا بقى أسجد لا ما فيها تراخي موت انتظر قل يلا أنا انتظر بعد شوية حين أنا مو على طهارة حين نحن نحكي نعم في أي مورد كانت يجب عليك أن تسجد فورا زين تقول جماعة وحسينية وقاعدين فاتحة ينزلوا وسجد كلكم انزلوا وسجدوا ليش ما تسجدوا هذا سجود واجب سجود واجب يجب عليك أن تسجد فورا زين لا يعني البعض هو يستثقل السجود أولا هذا السجود أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل هو في حالة سجوده اسجد واجع بالحاجة التي تبغاها في ذلك اللحظة الله يمكن يستجيب لك فالسجود واجب فوري حتى لو سمعها وهو يقود السيارة مثلا يسوق السيارة يسجد ولو بالإيماء ولو بالإيماء بعينه براسه يسجد الواجب فورا هذا أولا اثنين السجود على الأرض أو على ما يصحه من ما يصحه السجود عليه هذا يجب أن يكون على ما يصحه السجود عليه مو تسجد يعني انت في حسينية أو في مكانه أو في مسجد تسجد على السجادة لا ضع لك ما يصح السجود عليه مزين يشترط الطهارة لا ما يشترط الطهارة في السجود الواجب يعني إذا واحد قال أنا ما أنا على الطهارة اسجد حتى لو أنت على الطهارة ولا يشترط استقبال القبلة يعني الطهارة نحن عندنا الطهارة مشروطة في أشياء معينة لكن ما جاءت من ضمنها السجود هذا السجود الواجب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذه الوضوء للصلاة الوضوء للصلاة الوضوء للطواف الوضوء للمس آيات القرآن الكريم بس ما ورد عندنا أنه في هذا السجود الواجب فيه أمر بالطهارة استقبال القبلة أيضا استقبال القبلة ورد عندنا استقبال القبلة للصلاة للصلاة على الميت للذبح لأشياء في هذا المورد مورد السجود الواجب ما ورد عندنا استقبال القبلة فوين ما سجد تسجد مباشرة اسجد على قولة الأخ الحسينية وزحمة اسجد بأي اتجاه اسجد عادي ما فيها إشكال هذه مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالسجود الواجب بالنسبة إلى الذكر سؤال الأخ عن الذكر الذكر قال الفقهاء في الأعمل أغلب الرأي أنه مجرد السجود هو الواجب السجود فقط أن تضع جبهتك على ما يصح السجود عليه أذكر قال البعض أنه ذكر السجود هو نفسه سبحانه ربي الأعلى وبحمده اللهم صلي على محمد وعلم سبحانه ربي الأعلى وبحمده تكفي والبعض قال لا الأفضل أن يقول لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبدك الضعيف والذليل والحقير والفقير والمسكين والمستكين هنا أيضا زين الواحد هم يدعو بما يريد مثلا من حاجة وكذا لأنه فعلا ساعة استجابة سجود السجود عبادة راقية عبادة عظيمة هذا سؤال بالنسبة إلى الذكر سؤال الآخر السماع والاستماع نعم أحسنت أيضا السماع والاستماع بالنسبة إلى السماع يعني واحد قالوا لي ما سجد قال ليش قال قرأنا آية السجدة ما أدري أنا أصلا ما منتبه أنا مو ياكم أصلا هذا ما يجب عليه السجود يجب السجود على الذي استمعها وأنصت لها هما واحد لها مرت عليه مرور الكرام ما يجب عليه أن يسجد نعم يأثم عدم الإتيان بالسجود إثم وحرام نعم شنو عليه عليه يقضيها بعدين يأتي بالسجود في أي وقت ذكر يعني لو واحد على باله مثلا يقول أنا يبدو لي مرت عليه واجد قريتها بس ما سجد يسجد بعد كل صلاة خلك سجدة من السجود الواجب قضاء عما في الذنب لا لا قراءها قراءها يقول قراءتها بس ما قدر أسجد زحمة عن ذنك فلان عن ذنك لحظة بس ما فيها حرج ولا فيها حياة ولا فيها حرج أبد يقول لي لو سمحت عن ذنك بس لحظة بعد شيء يسجد لو ورقة لو أي شيء مما يصح يسجد عليه قرطاص ورق خشبة إذا واحد أحيانا بعض المؤمنين دائما تعودين يحملوا تربة صغيرة حطها التربة الصغيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وصلى الله وسلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر